السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحافة تقول ونتابع في جولة بداية الأسبوع معي حسان باصهي اللواء الزبيدي يطلع على جاهزية الألوية والوحدات بمحور الغيظة القوات الجنوبية تقتحم آخر معاقل القاعدة بالمحفد العميد نصر اليافع يتحدث عن تفاصيل تحرير وادي الخيالة ومركز أميركي يشهد بدور القوات الجنوبية في محاربة التنظيمات الإرهابية أهلا بكم البداية نستهلها مع الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي قال أن رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي كان قد التقى باللواء محسن علي مرصع الكازمي قائد محور الغيظة ونقل الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي ترحيب رئيس المجلس باللواء مرصع حيث استمع منه إلى شرح مفصل عن مستوى جاهزية القوات العسكرية التابعة لمحور الغيظة والجهود التي تبذلها قيادة المحور لرفع قدرات منتسبي الألوية والوحدات التابعة للمحور وأشهد الزبيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات العسكرية في محافظة المهرة ومساماتها الفاعلة مع الأجهزة الأمنية لضبط الأمن والاستقرار في محافظة المهرة وكبح محاولات التهريب بمختلف أنواعها مشددا على أهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق العملياتي بين مختلف الوحدات العسكرية لضبط الأعمال المخلة بالنظام والقانون وضبط كل ما من شأنه أن يقلق السكينة العامة للمواطنين تمكنت القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق أمس السبت من اقتحام آخر معاقل تنظيم القاعدة في وادي الخيالة بمدرية المحفظ وأكدت صحيفة الأيام نقلا عن مصدر عسكري مطلع أن القوات الجنوبية لاحقت أمس السبت فلول العناصر الإرهابية المتحصنة في جبال وادي الخيالة وتمكنت من اقتحام عدد من المواقع مؤكدا في السياق أن القوات الجنوبية فككت عدد من شبكات الألغام والعبوات الناسفة وسيطرت على مواقع كان يتمترس فيها متطرفون وعناصر إرهابية وأضافت الصحيفة أن العديد من العناصر الإرهابية لقوا مصرعهم خلال الحملة العسكرية بعد الهجوم والسيطرة على أوكارهم في الجبال المحيطة بوادي الخيالة من قبل وحدات قوات اللواء الأول المسنودة من قوات طوارئ الحزام الأمني مشيرة إلى أن فلول عناصر الإرهاب قاموا بإخراج قتلاهم والجرح عبر الجبال المرتفعة باتجاه وديان أحور على صعيد المتصل نقل موقع يافع نيوز تصريحا لقائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد نصر عاطف اليافعي تأكيده بأن القوات الجنوبية أحكمت سيطرتها على وادي الخيالة عقب معارك شرسة مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي أسفرت عن مصرع عدد من عناصر التنظيم والعثور على كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات ومخرطة كانت تستخدمه عناصر التنظيم في تطوير الحديد وتشكيله واستخدامه في صناعة العبوات الناسفة وأشار الموقع على لسان العميد نصر استكمال وحدات من القوات المسلحة الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق عملية التطهير أو التطهير الكامل لجبال وادي الخيال من فلول التنظيم الإرهابي وأضاف تمكنت قوات اللواء الأول دعم وإسناد مسنودة بقوات طوارئ الحزام الأمني من تحرير مناطق واسعة من وادي الخيالة كانت تتواجد فيها عناصر وخلايا إرهابية كانت قد نفذت من سابق عملية استهداف للقوات الجنوبية في أبيان قال المركز الأمريكي للدراسات ACSYS أن إطلاق القوات الجنوبية لعملية سهام الشرق ضد تنظيم القاعدة يعتبر بداية فصل جديد سيعيد السلام والاستقرار إلى محافظة أبيان التي ابتليت بآفة الإرهاب لسنوات عديدة دمرت خلالها المدن والقرى وأشار المركز الأمريكي في تقرير له إلى العمليات التي نفذتها قوات الحزام الأمني وقال تلك المكاسب المحققة غالبا ما تتلاشى بسبب سيطرة جماعة الإخوان التي مهدت لعودة العناصر الإرهابية إلى محافظتي أبيان وشبوى كما حدث في أواخر عام 2019 مما سمح للقاعدة بحرية الحركة والوصول إلى المخيمات والمخابة التي طردوا منها وأكد تقرير المركز الأمريكي للدراسات أن القوات المسلحة الجنوبية أعلنت إطلاق عملية سهام الشرق في أغسطس 2022 بأهداف معلنة تتمثل في محاربة الإرهاب والقضاء على التهديد الحوثيين وتعزيز الأمن في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى كما ذكرت تقرير أن أعضاء بمجلس القادة أو القيادة السياسية اليمنية لا يدعم العملية لا سيما أعضاء حزب الإصلاح اليمني الذين يرون عملية سهام الشرق يمثل تهديد لنفوذهم في محافظة أبيان وللحديث أكثر حول تفاصيل تحرير وادي الخيالة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة العميد محسن الوالي القائد العام لألوية الأحزمة الأمنية أهلا بك معنا سيادة العميد وفي البداية من حيث الاستراتيجية والجغرافية ما هي أهمية وادي الخيالة الذي تم تحريره ضمن العملية التي أطلقت عليها نمر أبيان إثنان تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما يعلم الجميع أن حملة سهام الشرق الذي أطلقها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في أواثر العام 2022 للثالث والعشرين من أقسطس جاءت لتطهير محافظة أبيان من الجماعات الإرهابية ولا شك أن وادي الخيالة ووادي عمران تعتبر معاقر رئيسية للجماعات الإرهابية حيث اتخذت من هذه الوديان الوعرة مصانع للتفخيخ وصنع العبوات الناسبة نعم لو تطلعنا عن تفاصيل هذا الانتصار الجديد وكم تقدر المناطق والأودية التي تم تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية بعد تحرير وادي عمران ووادي الخيالة ولله الحمد يوم الأربعاء انطلقت حملة نمر أبيان 2 ضمن حملة سهام الشرق الذي جاءت لتطهير وادي الخيالة والجبال المطلة على الوادي حيث صارت الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة تطلق الهاونات بشكل عشوائي على المديرية وعلى القوات المرافقة في المواقع القريبة من الوادي تعركت الهم والدعم وإشناد أبيان بقيادة العميد نصر عاطش فلافين وكذلك قائد وعدة الطوارئ في قوات الأحزمة الأمنية العميد فادي المرفدي شاركت الوعدتين هذه ودخول أول مرة كاشعة ألقام إلى الوادي تطهير الوادي من الألقام والعبوات التي سرعتها الجماعات الإرهابية وفي نفس الوقت تعثرت القوات المسلحة الجنوبية وقوات طوارئ الأحزمة الأمنية على مصنع لصنع العبوات وهو عبارة عن مخرطة ليزر وهذه نوع من المخرطة المتقدمة التي تستخدمها في المصانع تم توفيرها من سابق عبر الجماعات الإرهابية في هذا الوادي لكي تقوم بصنع العبوات الناسفة نعم سيادة العميد هناك تقارير أشارت إلى العثور أو عثور القوات الجنوبية على كم كبير من الألغام والمتفجرات كيف تم التعامل مع هذه الألغام ومن أين تحصلت عليها الجماعات الإرهابية وهل لك أن تحدد لنا نوعية هذه الألغام وكم عددها كما يعلم الجميع أن وادم خيالة ويعتبر من معسكرات الجماعات الإرهابية من قبل أكثر من ثلاثين سنة من عام أربعة وتشعين وبعد أربعة وتشعين كانت الجماعات الإرهابية تتخذ من وادية الخيالة معسكر لها وهي في الفترات السابقة وفي فترات الحروب أدخلت هذه المعدات وكذلك بعض العبوات التي كانت من مخلفات الحروب أدخلتها إلى هذا الوادي لطنعها لكي تقوم باستهدافة القوات الجنوبية سواء في العاصمة عدن أو في المحافظات المحررة ولكن بفضل الله قوات الدعم والإسناد وقوات الأحزمة الأمنية كانت لها بالمرصاد تقدمت الحملة عربة كاسعة القام وهذه الأول مرة تدخل معنا في الوديان حيث استطاعت الكاسعة هذه أن تظهر لنا كثير من الألقام التي كانت مزروعة في الوادي وقنبتنا كثير من الضعايا حيث أن هذه الحملة لم يرافقها إلا إصابة شخصين إصابات إصابة متوسطة وإصابة خفيفة ولله الحمد ووجد كثير من العبوات التي هي عبارة عن ألقام تستخدم للدروع وكذلك بعض العبوات المصنعة صنعة في الوادي وكذلك وجد أماكن للسكن للجماعات الإرهابية تم تدميرها كما شهد فيديوهات وكذلك تم ردم الآبار الموجودة في هذا الوادي الذي كانت تستخدمه الجماعات الإرهابية نعم سيادة العميد كلمة أخيرة تودون قولها بمناسبة هذه التقدمات التي أحرزتموها تفضل كلمة التي نريدها أن نوجهها الشوك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي القادلة على القوات المسلحة الجنوبية والأمن اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي الذي يولي الحملة كل اهتمام وكل دعم ومستمر معنا بكل الإمكانيات بالدعم للتسليع بدعم العربات بدخول هذه الكاشة الذي تم صرفها من رئيس المجلس الانتقالي للقوات الموجودة في وادي عمران والذي جنبتنا كثير من الضحايا ولله الحمد دعم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي كان بشكل مستمر كل الشكر والتقبير الرئيس المجلس الانتقالي والقوات المرابطة في معافره تابعاً بقوات الدعم والإسناد وقوات الأحزمة الأمنية شكراً سيادة العميد محسن الوالي القائد العام لألوية الأحزمة الأمنية كنت معنا عبر الهدف أخبارنا مستمرة وتتابعنا بعد الفاصل تقرير حقوقي يكشف ارتكاب الحوثيين جرائم تطهير عرقي لأبناء حقور في إطار تواصل جهودها دعم إماراتي جديد للقطاع الصحي بشبوة عدنا لكم من جديد وصف تقرير حقوقي خاص بضحايا حقور بمحافظة حجة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق أبناء المدريات الخمس لقبيلة حقور بجرائم حرب وأكد التقرير الذي أطلقته منظمة إرادة لمنظمة أو لمناهضة التعذيب والإخفاء القصري بعنوان حقور القرح النازف خلال مؤتمر صحفي عقدتها بمدينة مأرب أن راصدية المنظمة تمكنوا من توثيق العديد من جرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق أبناء قبيلة حقور منذ بدء حربها عليهم في العام 2011 وتوسعت بشكل كبير منذ اجتياحها لمديريات بدافع طائفي المذهبي وبجريمة تطهير عرقي لأبناء حقور وعرضت تقرير الحقوقي الذي نشرت وكالة الثاني من ديسمبر نسخة مفصلة منه نماذجا من الجرائم الإنسانية الموثقة وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي واستخدامها الأسلحة الثقيلة وفق سياسة الأرض المحروقة ما أدى إلى مقتل أسر بكاملها من المدنيين استلم القطاع الصحي بمحافظة شبوة مؤخرا دفعة جديدة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي وتحتوي الدفعة على جهزة ليزرية خاصة بأمراض الجلد وأخرى للتعقيم والفحص والضغط وأشعة تلفزيونية وأسرة للولادة وفي السياق رحب وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي بهذه الدفعة الجديدة من المساعدات الإماراتية للقطاع الصحي بالمحافظة منوها بنوعيتها وحاجة المرافق الصحية لها مثنيا على تواصل الدعم الإماراتي الإنساني لكافة قطاعات الخدمات الأساسية بالمحافظة ومعاربان عن تقديره العالي لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا تكامل العلاقات الأخوية معها في مختلف الجوانب والمجالات كشفت صحيفة الأيام عن مصادر محلية أن حقل بئر ناصر الذي يغدي العاصمة عدم بمياه الشرب بات مهددا بتلوث مخرجات الصرف الصحي بعد تحول الحقل إلى أشبه بمخيم لنازحين وذكرت الصحيفة إحصائيات أن أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة نازح تم نصب مخيمات لهم منذ خمس سنوات داخل حرم حقول أبار مياه الشرب في بئر ناصر والمناصرة والتي تضم يقارب أربعين بئر ارتوازي تغذي عدن ولحج وأوضحت الصحيفة وفق مصادرها أن النازحين يقومون بأعمال بناء عشوائي وحفر غرف للمجاري مع أنه يمنع بشكل قاطع مرور الناس في حرم حقول الأبار الأمر الذي تسبب في تلوث آبار بالصرف الصحي وتعرض بقية الأبار لتلوث البيئي محذرة من كارثة بيئية تهدد حقول مياه الشرب التي تغذي العاصمة عدن وإلى هذا الخبر المؤسف حيث استيقظ أهالي مديرية البريقة في العاصمة عدن صباح أمس السبت على واقع مفجعة بوفاة أربعة من أبناء المديرية وإصابة ثلاثة آخرين بحدث مروري مروع بأبيان بحسب ما ذكرتها مصادر محلية في مديرية البريقة ووفقا لمصادر محلية متطابقة تفيد تفاصيل أن هؤلاء الشباب ينتمون إلى مديرية البريقة كانوا قد ذهبوا إلى رحلة صيد إلى منطقة مقاطين في شقرة شرق أبيان حيث وقع الحادث الأليم فيها أثناء عودتهم وبهذا المصاب الأليم نعزي أهالي الضحايا ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل ولا مشاهدين مع رسومات الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر نتام هذه الجولة مشاهدين الأكارم نشكركم على حسن المتابعة فلسنا نحن من نقول ولكن الصحافة تقول إلى اللقاء